طيب دوري الإنجليزي ويعني صدارة يعني مازالت يعني في تنافس ما بين منشستر سيتي وما بين ليفر بول ويعني دوري الإنجليزي بقى دوري مصري نفس قلاب تتابعه عشان الإيجيبشن كينغ محمد صلاح طبعاً تعليقك شايف أيه اللي ممكن يحصل يمكن الدوري الإنجليزي نتكلم على صراع الصدارة صراع النقطة ما بين منشستر سيتي وليفر بول في الجولة الأخيرة عندنا حتى صراع المركز الرابع المؤهل لدور أبطال أوروبا ما بين أرسنل والتوتنهام حتى الجولة الأخيرة معلقة صراع الهبوط بيرني وليتز يونايتد وإيفرتون فالتلاتة برضو على مقربة مسافة نقطة واحدة من ما بين الفرق التلاتة فبالتالي يمكن ما شفناش من سنين طويلة الصراع في كل المراكز أو في المراكز المهمة في الدورة الإنجليزية بالشكل ده حتى الجولة الأخيرة نتمنى طبعا لنجمينا المصري محمد صلاح أنه يتوج مع فريق ليفر بول بالدورة الإنجليزية وإن كانت المهمة يعني مش سهلة برضو من أنتظر منشستر سيتي في مباراته الأخيرة عمام أستون بيلا ويمكن تقارير عالمية كثير ومنشستر سيتي كمان أعتقد أمالهم في الدورة الإنجليزية لأنه ليفر بول ما حقق كاس الربطة وكاس الاتحاد فلو حقق كمان أنه وصل للدورة ده ثالث حاجة ومن بعده كمان يصعد لدور الأبطال صحيح يمكن حافز كبير جدا لليفر بول لو خد الدورة الإنجليزية بما يشبه يعني سيناريو إعجازي أو سيناريو معجزة لأن السيتي ليدنك طول الدورة الإنجليزية أو طول الموسم أعتقد هتبقى الأمور هتبقى مفاجأة كبيرة بالنسبة لليفر بول اللي استحق برضو للأمانة ما نقللش من اللي قدمه للموسم بتاع الليفر وإن كان الأمور صعبة شوية فيه المباراة الأخيرة بالنسبة للسيتي يعني انتظار أن أستون فيلا يعمل حاجة وطبعا بقيادة مدربه نجم وقائد ليفر بول السابق ستيفن جيرارد الصحف العالمية بتتكلم عليه هل هيدي اللقب أو هل هيساهم في النديق السابق اللي هو يتوجب باللقب أو لا ده اللي هنشوفه نتمنى إن شاء الله بالمقاهي والمصرين كلهم بيشجعوا النهار ده ليفر بول عشان طبعا محمد صلاح بس الإصابة ربما غيبته عن المباراة الأخيرة الأنباء إيه عن صلاح الأخبار إيه عن صلاح هيرجع إمتى التأكيدات كلها من ليفر بول ومن يورجن كلوب نفسه المدير الفني الألماني لليفر بول بيقول أنه متفائل بشأن إصابة صلاحه ويمكن برضو زميله برجل فان دايك المدير قلب الدفاع الهولندي لفريق ليفر بول الاتنين اتصابوا في المباراة الأخيرة أمام تشيلسي في نهاية كاسة حدل إنجليزي وخسر فريق هدوم في بقية المباراة ولكن متفائل جدا كلوب بأن الاتنين يقدروا يشاركوا مش بس في مباراة نهاية دور أبطال أوروبا أمام ريال مديرد ولكن في مباراة الختام للبريمير ليج أمام وليفر هامتون لكن كلوب برضو كان أكد والصحف العالمية بتأكد كده أنه خلاص مش ناوي أنه يجازف بهم في المباراة الأخيرة عشان يبقوا جاهزين بنسبة 100% في المباراة أهداء صلاح 22 هدف لحد الزمائتي في الدورة متصدر فرق هدف عن سون هيونج بين طبعا لعب توتنام نتمنى طبعا أن صلاح يعني يحافظ على صدارته وهي الحزاء الزهبي اللي دايما يعني بيأكدنا خلاص يعني كان اللي بعد التقلقه في أول موسم في الدورة الإنجليزية الناس كانت بتتكلم أو بعض الصحف العالمية بتتكلم أنه وان سيزن واندر أو ظاهرة الموسم الواحد لكن خلاص دمر كل الأقاويل دي بمواصلة التقلق أنه هو مش سهل جدا أنه أنت مش بس تبقى هدف الدورة الإنجليزية أنه أنت تنافس حتى أحافظ على ذا كمان أه يعني طبعا الموضوع إنجاز كبير جدا وفخر لنا كلنا باللي بيعمله محمد صلاح وإن شاء الله أنا تمنى أنه يتواجد يا رب وكلنا بنتابع محمد صلاح وكل المصريين قلوبهم يعني معاه وليفربول بقى نادي مصري خلاص طبعا أتكيد محمد صلاح يعني هو